لا يجد هؤلاء المحتصمون فرقاً من المبيت في الشارع على البقاء في بيوت قصرية هشة لا تقيهم برد الشتاء ولا حرارة الصيف لذا قرروا الاحتصام ليلاً ونهاراً في وجه استكمال خطة رمواي بيدرغانا شرق العاصمة هي طريقة جديدة لجاء إليها السكان المحتجون على ما أسموه الحجرة والتهميش وسياسة الإقصاء المنتهجة من قبل السلطات المحلية قريب 700 عائل اللي هنا عايشين فوق الرومبلي عايشين فوق الرومبلي شتاء كتاح شتاء اللي هنا تفيد علينا كاي اللي يدخل لهم الديور هم كاي اللي يبات بالبيدون يخرج من دارو كاي اللي مرضى ولدنا مرضى احنا كبار دي جوا ممراض عايشين مع الطومبات عايشين مع الفيرل مع الحلوشة ميزيرية ميزيرية على الانبياء غير ربي سبحانه نسألت رح تشيري حالما كياش على نحن شير اسقطع الفيرل رح تشتع الطومبات دي حي حداش نسنا يا اخويا في الميزيرية كافحت على ثورتي حتان عييت واللي مراني ما نجمشن نوضو ملقاش على نتكه قاعدة في دار القزدير وما عنديش قاعدة وين روح الشتاء تصب عليها كما تصب الشتاء كما تصب عينيها الترحيل لسكنات لائقة وتصعيد الاحتجاج ومواصلة الاحتصام قرار لا رجعت فيه بالنسبة للمحتصمين طالب سيد بوتفليقة رئيس الجمهورية بطينا عليه قدرناه هنا هو اللي يكمل عهداتنا يرحلنا يرفضنا من هذه الميزيرية إلا كانوا دائرين في بالهم عن النهار لحد كيجوا راح يستفزونا باش يبعدونا بعيد وكملوا الأشغال يعني مدى بهم ينسوا هذه العقلية هذه مدى بيا ان شاء الله سلطة هذه يفهموا مليح مليح ويخموا مليح وشارم يديروا وخاصة الرجال الشرطة والدرك بارسكواذك خاوتنا احنا ماناش حابين تواجهوا معهم باش يعرفوا لي بلي مراناش ضد هاد المشروع احنا رانا ضد جي تشوف الحديد وين وصلوا ما تشوف العباد وين راه يواصل إلى أن تجد استغاثات سكان البيوت القصدرية أذانا صاغية من السلطات المحلية يبقى ترامواي في درقان رهيناتا إلى حين احنا مرر بالشاعر المشروع